أهلا بكم أكد عضو الهيئة التنفيذية في اتحاد كرة القدم رئيس لجنة أوضاع اللعبين محمد سمارة إن قرارات اللجنة لم تكن في يوم من الأيام سببا بزيادة الأعباء المالية على الأندية وإرهاق صناديقها وبيّن سمارة خلال الجلسة الحوارية المفتوحة التي عقدت اليوم في مقر الاتحاد أن وجود فجوات في العقود المبرمة وعدم التزام الأندية بدفعاتها المالية لللاعبين والمدربين يحتم على اللجنة إصدار القرارات التي تعيد الحقوق إلى أصحابها الرسالة مثل ما شفت أعلننا اليوم أنه في عندنا 75 قضية بتين بيهم ولسه في قضايا والاجتماع اللي فات 40 قضية رقم مهول بالنسبة لشكاوي اللاعبين هناك في خلل الخلل يتحمل الجميع لجنة أوضاع اللاعبين الأندية اللاعبين المدربين الكل بتحمله نحكي أنه اليوم لجنة أوضاع اللاعبين يجب تقوم بمهامها ويجب أن توضع لوائح أو توصيات لمجلس الإدارة كي يقرها لتنظيم عملية التعاقد مع المدربين واللاعبين من خلال الأندية لتكون واقعية ومنطقية وحسب إمكانيات الأندية توجه سمو الأمير فيصل بن الحسين رئيس اللجنة الأولمبية الأردنية اليوم لعب المنتخب الوطني للتايكواندو زيد مصطفى بالميدالية البرونزية ضمن منافسات دورة الألعاب الأولمبية للشباب المقامة في العاصمة الأرجنتينية بيونيس آيرس ونجح مصطفى بإحراز الميدالية البرونزية ضمن منافسات وزن تحت 55 كيلو جراماً ليهدي الأردن أولى ميدالياته في النسخة الثالثة من أولمبيات الشباب واستهل مصطفى مشواره بالفوز في الدور الربع النهائي على اللاعب الإسباني هوغو هيريال لوبع بعدم التكافؤ بعد أن وصلت النتيجة إلى 25 لخمسة وفي الدور النصف النهائي خسر مصطفى أمام اللاعب الكوري الجنوبي كيم كانك كشفت مجلة فرانس بوتفول الفرنسي عن لائحة اللاعبين الثلاثين المرشحين لينيلي جائزة الكرة الذهبية لأفضل لعب في العالم وكان أبرزهم صاحب جائزة الأفضل من فيفا الكرواتي لوكا مودريتش ومنافسي في اللائحة النهائية البرتغالي كريستيانو رونالدو والمصري محمد صلاح نجم ليفر بول وكان لاعب ريال مدريد الإسباني وقائد منتخب كرواتيا مودريتش تفوق على زميله السابق في النادي الملكي مهاجم يوفنتس الإيطالي حاليا رونالدو والفائز بالجائزة خمس مرات وأيضا هدفه ليفر بول الإنجليزي المصري محمد صلاح في جائزة الفيفا لأفضل لاعب في العالم الشهر الماضي حذر نجم التنس السويسري روجر فدرر أصر بين وفاكت جوكفيتش وباقي المشاركين في دورة شنجهاي ثامن دورات الألف نقطة للماسترز أنه في قمة مستوياته برغم اقتراب الموسم من نهايته وقاربا لسويسري مواسمه الأخيرة بحذر نظرا لتقدمه في السن فغاب عن دورات الملاعب الأرضية الترابية منذ 2017 للحفاظ على لياقته البدنية وخاض فدرر المتوج بلقب 20 بطولة كبرى مسابقة كأس ليفر قبل أسبوعين في شيكاغو وذلك بعد خروجه المفاجئ أمام الأسترالي جون ميلمان من دور 16 من بطولة فلاش ميدوس كشف نجم التنسى الإسباني رفايا الندال المصنف أول على العالم أنه وافق على خوض مباراة استعرضية ضد غريمه السربين وفاكت جوغافتش في السعودية خلال شهر كانون الأول المقبل وستقام المباراة بين اللاعبين في مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة يوم الثاني والعشرين من كانون الأول بحسب ما كشف ندال متوجها في حسابه على تويتر بالشكر على الدعوة وزيارة السعودية للمرة الأولى وسبق ليندال والجوغافتش الذين حصده معاً واحداً وثلاثين لقباً في بطولات الجراند سلام أن تواجه في اثنتين وخمسين مناسبة ويتقدم السرب المصنف ثالثاً حالياً على منافسه الإسباني بفارق مهجهتين اشتركوا في القناة